تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهناء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية وأكد الرئيس السيسي على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهديئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي واستيناف المفاوضات بين الجانبين وأشدد الرئيس السيسي على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمية